دين السعادة والمحبة والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال دين السعادة والمحبة والجمال وأن تجعلنا فيه من الفائزين برحمتك وبمغفرتك وبالعتق من النيران وأن تغفر لنا فيه الذنوب والآثام وأن تجعلنا فيه من الفائزين بالجنان وبباب الريان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه كرم الأمة بنزول القرآن كرم أمة الإسلام بنزول القرآن وعظم شهر رمضان وأنزل فيه القرآن وافترض صيامه على أمة الإسلام ونادى ربنا تبارك وتعالى قائلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا ما أقبل رمضان يبشر الناس ويبارك للناس بشهر رمضان ويبشر أصحابه قائلا أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة اسمع إلى البشريات واسمع وبارك أخ الإسلام ومبارك عليك شهر رمضان مبارك على أمة الإسلام شهر رمضان ينادي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مرادة الشياطين ولله فيه ليلة هي خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم نعم هذا هو شهر رمضان فمبارك عليكم الشهر إخوة الإسلام وبعد إخوة الإسلام أيها المشاهدون الكرام هبت في هذه الأيام نفحة من نفحات نسيم القربي سعى سمسار المواعظ في الصلح للمهجورين وصلت البشارة بالعفو للمذنبين وبالوصل للمنقطعين وبالعتق من النار للمستوجبين لما سلسل الشيطان في شهر رمضان وخمدت نيران الشهوات بالصيام يا غيوم الغفلة عن القلوب تقشعي يا شموس التقوى والإيمان طلعي يا صحائف أعمال الصائمين ارتفعي يا عيون المجتهدين لا تهجعي يا أقدام المتهجدين اسجدي لربك واركعي يا ذنوب التائبين لا ترجعي يا همم العارفين ارتفعي وارتعي هبت في هذه الأيام موائد الإنعام للصوام هبت في هذه الأيام موائد الإنعام للصوام وما منكم إلا من دعي يا قومنا أجيب داعي الله يا قومنا أجيب داعي الله بالصيام يا قومنا أجيب داعي الله بالقيام يا قومنا أجيب داعي الله بالصدقات يا قومنا أجيب داعي الله بالإنثاق في سبيل الله يا قومنا أجيب داعي الله بقراءة القرآن يا قومنا أجيب داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ها هو إخوة الإسلام شهر رمضان وتعالى معي أيها الأخ الحبيب تعالى معي أيها المشاهد الكريم لننهل من هذا الخير ومن هذا الكنز نعم كنوز الخير في رمضان هذا هو عنوان حلقتنا اليوم إن شاء الله كنوز الخير في رمضان نعم إخوة الإسلام في رمضان كنوز عديدة كنوز الخير في رمضان في رمضان كنوز لا بد أن نغتنمها ولا بد أن ننهلمها منها ولا بد أن نري الله من أنفسنا خيرا وحتى نكون من الفائزين بهذه الكنوز وأول الكنوز أخ الإسلام وأيها المشاهد الكريم الفرح بقدوم شهر رمضان عليك أن تفرح أن تفرح ليكتب الله لك أجر الفرحة نعم إنه من فضل الله عليك أخ الإسلام أن تفرح بشهر رمضان ويأجرك الله تبارك وتعالى على الفرح بقدوم رمضان ولما لا نفرح بشهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفض فيه الشياطين وفي رواية إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وفي رواية إذا جاء رمضان فتحت أبواب الرحمة وفي رواية إذا كان أول ليلة من رمضان تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق أبواب النيران وتصفض فيه الشياطين ومردة الجن وينادم ناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار في رمضان وذلك كل ليلة في كل ليلة عتقاء من النار إذن ففرح بهذا الفضل وتلك الرحمة التي امتنى الله عليك بها نعم أخ الإسلام استشعر نعمة الله عليك في هذه الأيام أن جاء عليك رمضان وأنت من بين الأحياء لتفوز بهذا الخير ولتنهل من تلك الكنوز الربانية في شهر رمضان المبارك نعم أخ الإسلام ففرح فالمولا تبارك وتعالى هو الذي قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون فالفرح الحقيقي ليس بمال ولا بجاه ولا بسلطان ولا بشيء من متاع الدنيا الزائل ولكن الفرح الحقيقي هو أن يكون بفضل الله وبرحمته وأي فضل وأي رحمة بعد هذا بعد أن يبلغك الله شهر رمضان أما علمت أخ الإسلام أنه بقدوم شهر رمضان وبمجرد أن يبلغك الله شهر رمضان غفر الله لك يغفر الله لك الزنوب والصغائر أو الصغائر من الذنوب التي كنت قد ارتكبتها في العام الماضي بعد شهر رمضان لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر فبمجرد أن يأتي عليك شهر رمضان فهذا فضل من الله عظيم إمتن الله عليك به فهذا كنز أن تفرح برمضان ويأجرك الله تبارك وتعالى الكنز الأول أن يبلغك الله رمضان وتفرح برمضان ويأجرك الله تبارك وتعالى على أن تفرح بشهر رمضان الكنز الثاني تقوى الله عز وجل نعم من أفضل ومن أعظم الكنوز لنعلم أن تقوى الله هي الغنيمة الأثمى والفوز الكبير في شهر رمضان إذا ما خرجت بها من شهر رمضان نعم العلة الكبرى والفوز الأكبر والغنيمة العظمى من شهر رمضان هي أن يخرج الناس من رمضان بتقوى الله عز وجل لأن الله تبارك وتعالى افترض الصيام من أجل ماذا؟ قال جل في عليائه يا أيها الذين آمنوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبِلِكُمْ لماذا يا ربنا؟ لعلكم تتقون لعلكم تكون من المتقين ومن الفائزين لعلكم تفوزوا برحمة الله وبتقوى الله في هذا الشهر وتقوى الله تبارك وتعالى كثير مننا يسمعوا الآية ويقرأوا الآية لعلكم تتقون لكن اعلم أن الصيام مدعاه أن تتواجد الخشية ويتواجد الخوف من الله تبارك وتعالى الصيام يجلب مراقبة الله تبارك وتعالى ويجلب الخوف والخشية من الله تبارك وتعالى ولذلك قال الله تبارك وتعالى لعلكم تتقون إذن هناك ربط بين الصيام وبين إحياء القلب أو أن يكون قلبك يقز حي بمجرد أن تصوم لله عز وجل فالله تبارك وتعالى أمر الناس بالصيام من أجل تقوى الله تبارك وتعالى فإذا ما عمر القلب بتقوى الله تبارك وتعالى سيكون ذلك مدعاه أن يكف الجسد أو أن ينتهي الجسد وتكف الجوارح عن المعاصي وعن الأثان فإذا وجدت التقوى في قلبك فاعلم أنك من الفائزين برحمة الله وبخشية من الله تبارك وتعالى ثم إنه اعلم وتعلم تقوى الله تبارك وتعالى واعلم أجر التقوى عند الله عز وجل كثير من الناس يستهين بهذه الآية هو من أجل التقوى فقط يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ولكن لا بد أن تعلم أن في تقوى الله خير كثير وعظيم أقول لك في عجالة إن فزت بتقوى الله فقد تزودت بخير الزاد لأن الله عز وجل قال وتزود فإن خير الزاد التقوى خير الزاد أن تخاف الله أن تراقب الله والتقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل ليوم الرحيل فهذا فوز أن تتواجد التقوى في قلبك فتخاف الله فتطيع الله فلا تعصاه وتذكر الله فلا تنساه وتشكر الله فلا تكفره خوف من الجليل عمل بالتنزيل عمل بما أنزل الله تبارك وتعالى استعداد ليوم الرحيل لذلك سيكون الصيام مدعاه للخشية لتكون من الفائزين أو من المتقين واسمع جزاء المتقين المتقون هم الذين يتزودون بخير الزاد قال تبارك وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فإن خرجت من شهر رمضان فقد تزودت بخير الزاد بتقوى الله تبارك وتعالى فقد تزودت بخير الزاد إن خرجت من شهر رمضان بتقوى الله تبارك وتعالى فقد فزت بجنات ونهر قال المولى جل في عليائه إن المتقين في جنات ونهر جزاء المتقين إن تعلمت التقوى أو إن وجدت التقوى وامتن الله عليك بها في شهر رمضان فستكن من الفائزين بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر نعم إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر قال المولى تبارك وتعالى مثل الجنة التي وعد من المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم إن خرجت من شهر رمضان بتقوى الله عز وجل فسيجعل الله لك من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا ويرزقك الله من حيث لا تحتسب لأنك قد بست التقوى في قلبك والله تبارك وتعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا كنوز كنوز في شهر رمضان أن تتعلم أو أن يجزيك الله تبارك وتعالى ويعمر قلبك في رمضان بتقوى الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا إذن كل هذا خير في شهر رمضان كذلك علينا أن نعلم أيضا أن المولى تبارك وتعالى قال وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي من ننجي الذين اتقوا إذن هذا فضل من الله تبارك وتعالى أن يأتي عليك رمضان فتفوز بالصيام لله تبارك وتعالى فتتواجد التقوى في قلبك فتفوز بهذا الخير من الله تبارك وتعالى كذلك الكنز الثالث مغفرت الذنوب الكنز الثالث مغفرت الذنوب وتكفير السيئات ونزول الرحمات من عند الله تبارك وتعالى لابد أن تعلم أنك إذا ما صمت لله تبارك وتعالى وامتسلت لله بالصيام واغتنمت شهر رمضان فقد انتنى الله عليك بأجر عظيم في هذا الشهر بمغفرة الذنوب والآثام أقول كلنا في حاجة إلى مغفرة الله تبارك وتعالى كلنا في حاجة إلى رحمة الله تبارك وتعالى في حاجة إلى أن ينظر الله إلينا نظرة رحمة نظرة مغفرة فيمن الله علينا بالرحمة والمغفرة فها هي الأيام وها هو شهر رمضان قد جاء إليك فانهل منه ليغفر الله لك الذنوب وليرحمك الله تبارك وتعالى ولتكن فيه من الفائزين بهذا الخير قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إذن نحن في أيام مغفرة فماذا على العباد؟ على العباد أن يستيقظوا وأن ينهلوا من مغفرة الله وأن ينهلوا من رحمة الله تبارك وتعالى مغفرة الله تتأتى للعباد وأبواب الرحمة مفتحة فعلى العباد أن يقوموا لله أن يقوموا ليفوزوا بهذا الأجر من الله تبارك وتعالى أقبل على الله وتب إلى الله واعلم أن الله يريد أن يتوب على العباد قال الله والله يريد أن يتوب عليكم الله جل في عليائه وهو الملك وهو جبار السماوات والأرض يريد أن يتوب على العباد والناس في أمس الحاجة إلى التوبة من الله وإلى المغفرة وإلى الرحمة من الله تبارك وتعالى فالمولى يقول والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيمة فتوب إلى الله تبارك وتعالى وانهل واعلم أن الله أيضا ينادي قائلا جل في عليائه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم أقبل بقى جه رمضان وأتى رمضان جاءك رمضان جاءك رمضان فأقبل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ينادي الملك جل في عليائه في الحديث القدسي ويقول يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغ الذنوب كعنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض أي بملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة فأقبل على الله وكن من القائمين كن من الصائمين ليغفر الله لك كن من الصائمين كن من القائمين كن من الراكعين كن من الساجدين لرب العالمين واسجد لربك وتوجه لربك بالدعاء وناجي ربك وقل لبست ثوب الرجى لبست ثوب الرجى والناس قد رقدوا وبدت أشكو إلى مولاي ما أجدوا وبدت أشكو إلى مولاي ما أجدوا وقلت يا عدتي في كل نائبة ويا من عليه في كشف الضر أعتمد وقلت يا معيني في كل نائبة ويا من عليه في كشف الضر أعتمد أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد ما لي على حملها صبر ولا جلد وقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إليه يدو نطلع فاصل ونواصل إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر جدال فيه الطاوى الصوت في الأمور والاعتدال جدال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد كنوز من الخير في رمضان أو كنوز الخير في رمضان مع الكنز الرابع الكنز الرابع قراءة القرآن رمضان شهر عظمه الله تبارك وتعالى بأن أنزل فيه القرآن فعلى الناس أن يعلموا فضل القرآن في شهر رمضان والقرآن هو السبيل الأول إلى هداية الله عز وجل لما أراد الله تبارك وتعالى أن يهدي البشرية أنزل إليهم القرآن أرسل إليهم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وأنزل إلى رسول الله القرآن ليهديهم الله تبارك وتعالى بالقرآن وبالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ربنا تبارك وتعالى بيّن لنا أن السبيل الأكبر في هداية الناس القرآن العظيم قال جل في عليائه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى يهدي للتي هي أرقى وأعلى وأزكى فقرأ وتدبر وادرس القرآن وافهم القرآن نعم عش مع كتاب الله ما استطعت في هذه الأيام لأن القرآن والصيام قرنان حتى في الحديث الصيام والقرآن يشفعان للعبد فإن وجد الصيام وجد القرآن ووجد العيش مع القرآن فانهل من كتاب الله ومن هذا الكنز العظيم ربنا تبارك وتعالى قال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله يهدي به الله إلى الباحثين عن الهداية فتلك هداية الله في القرآن الكريم يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم فخذ من القرآن وقرأ القرآن واعلم أن بقراءتك للقرآن سيكتب لك الله الأجر العظيم لما تعلم أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف إذن فهذا فضل من الله لك أن تقرأ الحرف فتأخذ به عشر حسنات والحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف ففز وقرأ ورتل وارتقي أخي الإسلام لما تعلم أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول وعليك بذكر الله وقراءة القرآن بذكر الله وقراءة القرآن فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض لما تعلم أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء الحديث ده ناس كتير ما بتاخدش بالها من الحديث ده لكن الحديث ده في منتهى الأهمية وفي منتهى العظمة لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء يعني أنت أمامك طوق نجاه حبل الله الممدود لك حبل الله الممدود لك بالرعاية وبتدير أمرك وبأن يكفو لك الله تبارك وتعالى وأن يكفي عنك شر همومك وشر أعدائك حبل الله الممدود لك يعني أستغرب كثيراً من الذين يتركون القرآن ويغفلون عن القرآن يا أخي عندك حبل من الله ممدود إليك حبل نجاح فامسك بحبل الله واعتصم بحبل الله واعتصم بالله وبقرآن الله حتى ينجيك الله من كل هذه الهموم من كل الغموم كثير من الناس يبتلون بالاكتئاب وبالقلق وبالهم وبالغم ويغفلون عن القرآن خذ من القرآن انهل من القرآن فبالقرآن سيفرج الله همك كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء فتمسك بحبل الله يا أخي لابد أن يعني أنا أدعو جميع أدعو الجميع إلى عمل مشروع قرآن بقدر الإمكان يومياً اقرأ من كتاب الله وكذلك يعني احفظ من كتاب الله عز وجل لأنك بالحفظ ستردد ستفهم ستعلم احفظ من كتاب لا أعلم أناساً كثيرين والله حفظوا القرآن بعد الستين من أعمارهم فلماذا أنت في يعني عندنا للأسف الشديد يعني حتى تقولك أنا كبرت كبرت على إيه كبرت على الحفظ والكلام ده أنا خلاص خلاصت كله يا سلام في منتهى الشباب ويقولك أنا مش قادر أحفظ أو عندي شيئة أو لا لابد أن تربط نفسك مع القرآن يا أخي أنا بقولك كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء امسك في حبل الله يومياً بحفظ آية بحفظ آيتين بحفظ ما تيسر لك لكن لابد أنك تكون مع القرآن وتدارس القرآن وتقرأ القرآن لكي تكون من أهل الله وخاصتي يعني أحاديث هذا بالفعل كنوز عظيمة امتنى الله علينا بها فتمسكوا بها يعني أنت لو حفظت القرآن أو كنت من المرتلين والقارئين باستمرار للقرآن فأنت من أهل الله وخاصته النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لله أهلين أهل القرآن هم أهل الله وخاصته أهل القرآن هم أهل الله وخاصته فخذ من كتاب الله وخذ من هذا الكنز وانهل في رمضان وفي غير رمضان بل في حياتك كلها هذا هو النور تلك هي الهداية هذا هو حبل الله الممدود من السماء هذا هو الأجر العظيم فخذ من كتاب الله لكي يهديك الله إلى طريقه المستقيم الكنز الخامث أو الكنز الخامث الخامس هو أن تقوم لله في هذا الشهر قيام الليل قيام رمضان وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه للأسف بتلاقي ناس كتير تصلي لعيشة ويقولك يا عمي القيام مش فرد هذا سنة ماشي وفعلاً فيه صوت كتير الصوت كتير يتنادي الفترة دي بالتقليل من شأن النوافل والتقليل من شأن صلاة الجماعة والصلاة في الجماعة دي سنة أنا بقى هدلك على خير كثير وخير عظيم عشان ما تفردش في قيام شهر رمضان عشان تنتبه لقيام رمضان ولهذا الأجر من الله تبارك وتعالى أولاً النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه أقول لك إنك إذا ما قمت رمضان فستنل منزلة الصدقين والشهداء لو قمت رمضان يعني جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وأديت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصنت رمضان وقمته فممن أنا خذ ذلك هذا الرجل لم يزد على الفرائد أو على أركان الإسلام إلا ماذا؟ إلا قيام رمضان وقيل أنه لم يذكر الحج لعدم استطاعاته ولكن قال وصمت رمضان ومززت وقمته فممن أنا؟ قال الرجل للنبي فممن أنا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقين والشهداء أي بمجرد أن تقوم لله شهر رمضان تنل منزلة الصدقين والشهداء فلماذا تفرد في هذا الخير؟ لماذا تفرد في هذا الفضل من الله الذي امتنى الله عليك به؟ بل قم لله ولا تضيح هذا الأجل أقول إلى من يعني يرغبون الناس عن النوافل أو يقللون من حجم قيام الليل ومن حجم الجماعات يعني يقول لك كثيرون يخرجون بأن صلاة الجماعة سنة أو فرض قفاية إذا قلت للناس الحك لكن بيّن لهم أيضا قل لهم أن في صلاة الجماعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من غد إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غد أو راح لماذا لم تقل له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في المسجد تزيد على صلاته في بيته بسبع أو بخمس وعشرين درجة ولماذا لم تقل له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد كل هذا الأجل خارج المسجد فإذا دخل المسجد كان في صلاة مكانة الصلاة تحبسه والملائكة تصلي عليه اللهم اغفر له اللهم ارحم اللهم تب عليه إذن لماذا يفرط النار في هذا الأجر من الله تبارك وتعالى لماذا لم تقل له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله في جماعة أربعين يوما يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق لماذا لم تقل له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة لماذا تضيع عليه هذا الأجر؟ بل علينا أن نحض الناس على أن يتقربوا إلى الله بكل وسائل الخير وهذا يعني نوافل دي ورؤية الناس في الجمعات وفي القيام هذا الذي سيحافظ على أخلاقنا وسيجلب لنا أخلاقا صالحة في المجتمع ما إحنا للأسف الشديد شايفين كثرة الجريمة وكثرة ما يفعله الناس وكثرة القضايا والبخاصمات والمشاحنات وما إلى ذلك النوافل وهذا الفضل والترابط على طاعة الله عز وجل هو الذي يجعل الطاعة ويجعل الخيرية في الأمة كلما كان الناس مقبلين على الله تبارك وتعالى إذن فقم الليلة لله تبارك وتعالى وفز بهذا الأجل حتى تتنل منزلة الصدقين والشهداء كذلك في شهر رمضان كنز عظيم أيضا كنز الكرم والجود أن تكون من المنفقين لتنل الأجل من الله تبارك وتعالى إطعام الطعام أطعم إطعم ما استطعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجره من أجر الصائم شيئا إذن فأكثر وأطعم المساكين وكان السلف الصالح يعني عبد الله بن عمر قيل أنه لم يكن يفطر إلا مع المساكين وكان إذا ما جاءه أحد ويسأله وبعدما يضع الفطار بين يديه يأخذه ويأخذ إليه إفطاره ويعطيه طعامه ليطعمه به لابد أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله جواد يحب الجودة كريم يحب الكرماء يحب الكرماء يحب معالي الأخلاق إذن تكرب إلى الله عز وجل بإطعام الطعام بإطعام المساكين بإفطار الصائمين انفق من مالك واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الناس إلى الله أنفعهم أحب الناس إلى الله أنفعهم وخير الأعمال سرور تدخله على مسلم شو بقى الترابط هو شهر الموساة لابد أن ينظر الغني كل يوم إلى الفقراء ويطعم ما استطاع من إطعام للفقراء والمساكين لكي يأخذ هذا الأجل شوف النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا هو دين الإسلام شهر الموساة دين الإسلام دين الموساة دين التراحم دين الترابط دين التراحم والترابط بيقولوا لي ثلاث دقائق وأهن أختم وأنا معايا كنوس كتير بصراحة كنا نريد أن نأخذها وأن نفوز بها ولكن أريد أن أنبه على شيء بما أننا خلاص على وشك أن ننتهي من هذه الحلقة النبي صلى الله عليه وسلم أن كعب رضي الله عنه قال لأصحابي أحذروا المنبر أي اذهبوا إلى المنبر فيقول كعب فحضرنا المنبر يعني النبي يريد أن يخطب في أصحابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ارتقت درجة الأولى سمعوه يقولوا أمين فلما ارتقت درجة الثانية سمعوه قال آمين فلما ارتقت ثالثة قال آمين فلما نزل قال كعب سألناه وقلنا يا رسول الله لقد سمعنا منك شيئا لم نسمعه من قبل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل عرض لي أي جبريل جاءني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصعد المنبر فقال أول مقال بعد من أدرك رمضان ولم يغفر له فقلت آمين أي جبريل يدعو والرسول يؤمن على هذا الدعاء فانتبه حتى لا تكن من الخاسرين لأنه إذا ما جاء رمضان على العبد وانتهى رمضان دون أن يكون العبد من الفائزين برحمة الله ودون أن يقدم لله مجبات أو مقدمات الرحمة والمغفرة والعطق من النار سيكون من الخاسرين خسرانا مبينا والعياذ بالله بعد من أدرك رمضان ولم يغفر له قل أمين فقلت آمين فلما ارتقيت الثانية قال بعد من ذكرت عنده ولم يصلي عليك قل أمين فقلت آمين فلما ارتقيت الثالثة قال بعد من أدرك أبويه الكبر أو أحدهما ولم يدخلاه الجنق الأمين فقلت آمين أقول قولي هذا إقوة الإسلام ولعلها ساعة الوقت المستجاب الدعاء أدعو الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا دينا إلا أديته ولا مكسورا إلا جبرته ولا همّا إلا فرجته ولا حاجة إلا وقضيتها ويسرتها يا رب العالمين ربنا أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا وانصرنا على من بغى علينا ربنا اجعلنا لك شكارين لك ذكارين لك رهابين إليك مطوعين مخبتين منيبين ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واسلوا السخيمة صدورنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة